انا اسمي محمد فوزي عبداللاطيف السيد طالب وبعمل في مجال الكمبيوتر والانترنت 23 سنة كنت رايح مسيرة انطلقت من مسجد الفاتح برامسيس للعباسية لبعض المطالب المهمة جدا سبعاد احمد شفيق وعمر موسى كل الفلول تعديل المادة 28 اللي بتسمح ان تتم عملية تزاوية الانتخابات كنت رايحة من اجل الضمانات ليتمامل الانتخابات في موعدها وان ضمان نزاهة الانتخابات كان بعد صلاة الجمعة مباشرة انتركت المسيرة وصلنا هناك امام منزر الدفاع طبعا طول المسيرة احنا محافظين على تنظيم المرور على توحيد الصف وعدم المشاكل اول ما رحنا هناك كان اول مشكلة لان هنا واحد بيكتب ارقام فلما شفنا الارقام وكده لانه هو بيكتب ارقام الفيزب والموتسيكلات والعربيات والميكرووسات طبعا ناس بهدوء طلعوه ومشوه لما رحنا هناك وقفنا قدام مدار الدفاع بدأنا لقول سلمية يسكت حكم العسكر احنا جايان بمطالب معينة فجأة لاينا ضرب علينا اللي هو الرشاش الماية بيتقدم علينا فكان حصل ان السرك الشائك جزء منه تشال فبدأ هم يتقدموا علينا فانا كنت من الناس السابتة في مكاننا احنا يا جماعة انتم اخواتنا احنا جايين عشان مطالب معينة لانا بضربة على بعض الفريح وكنا وانا الظابط قال لهم ده اخدوه وما تضربهش ده سلمي فدانيل فرقة فرقة التانية فرقة التالتة فرقة الربعة جوه ضربة على منطقة الرأس وهنا وسلكين قاربا بالعصيان والدروع اهم علي الفترة يعني انا كنت في الوعي وفي نفس الوقت يعني داري بحاجات بس مش فاقد جزء من الوعي لقيت نفسي جوه في مكان على كرسي وجنبي اول واحد اللي هو اخده كنت بقى بطلقى انا فى الوقت ده شاتيم وكده لان كان جسبي كله دم فالتاني الى كان بيضربوه كده انه شوية شاتيم جيه دكتور خياطلي عامللي بينج موضعي هنا وخياطلي مطلتها الرأس داخل برضو فتاة فضلوا يشتبوا فيها بالعدد التمانية ركبونا طبعا تخذوا كل المتعلقات النظارة الموبايل الكمبيوتر البطاقة الفلوس كان الحتة دي تفلس ما تتعملش فيها حاجة فجه الدكتور خيطاني من غير بنجفة فكلما تعز بقى كانوا يشتموني بالشتاء من قذرة طبعا ما كانش فيها هدوم فوق كانت تقطعت اللي تحت كان كله دم فلبسونا حاجة زر اسمها عفريتا يخذونا طلعنا كنت اوجو الواحد يتحقق معاه الكلام ده في كل واحد اللي هو تعطيل المرور منشآت وشعالة كم رصة جاندها فكان يبدأ يعني يقول لي كذا انت ما قولك فكذا فأقول له ما حصلش فأنا كنت راح بطريقة سلمية فأقول لي يعني تنكر فأقول له ما معنى ان انا ممنكر ان انا متهم انا مش متهم اصلا فكان بيحاول ان هو يعني يأول الكلام لكلام يثبت التهمة عليها عادت في حجرة فيها كدس كده فكل شوية كنت بدوخ كنت لما بدوخ بها كنت لما فوق كنت بعرف يعني الزمن اللي معايا كانوا بيتحايلوا وأنا مغمى علي على العساكن اللي موجودة هناك مية بسكر اي حاجة بصعوبة كانوا بيجيبوا مية بسكر ومية يرشوا علي عشان يقفوه كنه صبح نزلونا جات اللي هما طبع الداخلية وطبع سيجنتورة يستلمونا فعملوا تقارير طبية على المينة وكده ويركبونا بدأت بقى الشتايم واحنا جوا في العربية أول ما اروحنا هناك استلمونا ضرب واشتيمة يمكن انا تعفيت شوية من السحب كان كله بيسحب على بطنه ويتضرب ويتهان عشان كنت انا رايحة اصلا متضمر خلص كانوا مهيئين يعني مهيئين المساجين جوا طبعا دخلونا مع جنائيين انا كنت في عمبر المزرع بطراف أربعة واحد انا ثابت ومكمل بقول حزب الله ونعمل وكيل هتاخذ برضو مستمر في مشواري حتى انا الليفت في السجن المقطوعها بتقول لو تسمع برضا او لا المشوار هنكملو مبارك كان اولو المشوار هنكملو مبارك كان اولو يسكت النظام كله باكملو كفاية ارحلو ماشيين مكملين صورتنا ماشيين في طريقنا اللي بدأنا لسه دي بقى فانا ان شاء الله مكمل لا ترابع لابد كل السنوات اللي فاتت اللي ضحنا بها مش مش هيقدروا يجهدوا حلمنا ولا صورتنا مستمرين لحد ما تشوف مصر دي الجنة فعلا لان هي الجنة بس السادة اللي هم ملوا بيها الفساد مش هيقدروا ان هم يستمروا في الظلم ان شاء الله